نعم شكرا جزيلا لك حاجي عبدالرزاق كنت معنا مباشرة من عين صالح شكرا جزيلا لك الحمد لله عودة الهدوء لعين صالح سيد بالعيد ما هي رؤية تحذبكم لبرنامج الغازة الصخرية بالجزائر لأنه تقنيا كما نعلم الحكومة قالت أن الأمر يقتصر فقط على الدراسة وأن الإنتاج سيكون في أفاق 2022 في الجانب الآخر سكان عين صالح متخوفون من تأثير عملية استخراج الغاز الصخري على المياه الجوفية وتلويث المنطقة بعد بسمنا أمر رحيم بطبع موقف الحزب كان واضح في البداية وهذا قبل أن تكون هناك مشاكل لأنه لابد أن يكون منطق الحوار موجود في الساحة والحوار بالطبع لابد أن يكون وضوح في كثير من الأشياء لأننا شرين نشوفه في عين صالح كان أيضا لأن نشوفه بعض المواضيع كلها مرتبطة بثقة عمل الثقة بين الحاكم والمحكوم عمل الثقة ليخلي الناس تشك في بعضها البعض ولأن في كثير من الأحيان هناك تعامل بطريقة الحيلة والحيلة ما تقدر تصير مجتمع وتصير دولة بمنطقة الحيلة فإحنا طلبنا أن نتوقف كل الأشياء ويفتح حوار وهذا حوار اقتصادي اجتماعي تقني بش نوضح الأمور للناس ولما الناس تقتنع يعني ما تكونش فيها وأيضا هناك البعض ممكن يصدف الماء العكر لما يكون الوضوح ما يقدرش ويعني يكون هذا أنا نتأسف للوصول إلى العنف وأنا بالنسبة لي خروج الجيش هو شيء سلبي جدا بالنسبة لينا في الجزائر لأن الجيش عاوض أن يقوم بالمهام أن تعود دستورية قوية أنه يدخل في القضايا الداخلية فالعنف لما وصلنا العنف يعني فشل السياسيين وفشل المساعي للحوار لكن ربما الجيش أصبح يعني يغطي فشل السياسيين لأن نعم هذا فشل لكلنا فشل السياسيين وأيضا فشل الحكومة في أنها تتوصل إلى حلول سلمية مع سكان عين صالح ومش فقط سكان عين صالح فكل الشعب الجزائري يعني هذا يعني كل الشعب الجزائري وبالتالي لابد أن يفتح حوار في كل القضايا الأساسية وكل القضايا لأن ما لازمش نحتقر الشعب خاصة نسكن عين صالح وكأن ولاية عين صالح شعب قليل وكذا وممكن أن نستعمل معاه هذا المنطقة على القوة ولكن لابد أن يفتح حوار وطني لأن في تعاطف كبير مع ولاية عين صالح مع الشعب بتاع ولاية عين صالح من كل جزائريين وجزائريات وننتعاط معهم وعليش لأن هم خرجوا بطريقة سلمية طالبين للأسف الطرف الآخر لم يكن واضح ولم يكن حوار حقيقي معهم السيد بلعيد الكثير لو نتحدث عن الأمور التقنية الكثير من الخبراء الاقتصاديين خبراء الطاقة أكدوا أنه لا أدرى تقنية عن عملية تكسير الهيدروليك وهي مستعملة في الجزائر منذ القدم بالمقابل هناك خبراء طاقة أكدوا على الأضرار البيئية مع غياب طبعا غياب التكنولوجيا التي تسمع باحتواء عملية الاستخراج في الحقيقة أنا لم يكن مختص في هذا الشيء لكن قرأت أيضا كسائر الناس يعني الغاز الصخري والتقنية المستعملة الآن أنا نظم باللي أساسا أن ليس هناك استعجال في الدراسة أو الاستخراج أو قضية الغاز الصخري نأجل هذه القضية ونفتح حوار وخاصة الحوار اقتصادي وتقني ولما الناس تطمئن على أنه فيه يعني حقا ما فيش أضرار فالأمور تمشي عادية ورانا لاحظنا البيترول في الجزائر يعني يستخرج بدون أي مشاكل فيعني التقنيات اللي موجودة الآن ممكن بعد سنة بعد سنتين فيه تطور في التقنيات ممكن تكون أقل تكلفة بالنسبة لنا وأيضا أقل ضرر وبالتالي أنا نظن وعلى قلت في حوار تقني وحوار اقتصادي وأيضا حوار سياسي بالحوار ممكن أننا نصل إلى حلول وأيضا نعطي الوقت لنفسنا لأن الآن الجزائر ليست بحاجة مستعجلة إلى استخراج أو دراسة الغاز الصخري سيد بلعيد لو كنت يعني رئيس الجمهورية رئيس البلاد ما هي الحلول التي كنتم ستقترحونها للوقوف في وجه أي محاولة لجر المنطقة إلى انزلاقات أمنية والوصول إلى تدخل الجيش هو في الحقيقة المسؤول الناجح والمسؤول الحقيقي واللي عنده قوة هو ليسمع لشعبه إذا الشعب تكلم الإنسان يسمع له ولازم نفتح هذه القنوات على الحوار فما لازم نحتقر أي كتلة أي مجموعة من الشعب وليسمع بطبع ما ميتهش بالعامية تأنا فالمسؤول الحقيقي هو أيضا المسؤول هو لما يرتكب ممكن ما ارتكبش ولكن يشوف أن الناس وقفت أنه في خطأ ممكن أن يدر خطوة إلى الوراء وهذا أحسن للوصول بعد أن يدر خطوات كثيرة للأمام فنظن أن في الجزائر الآن السلطة تشوف أنها لو تراجعت فيها ضعف أنها بالنسبة لي تراجع وقوة للاستماع لهؤلاء وإيجاد الحلول بالطريقة السلمية نطوي ملف ملف الاستغلال الغاز الصخري في الجنوب نتحدث عن بنسبة لخروج أحزاب المعارضة للشارع ومقاطعة نوابهم للجرسة الافتتاحية للبرلمان بسبب الغاز كما تبعنا ومثل ما حصل أمس هل تؤيدون الخطوة التي قامت بها أحزاب المعارضة يعني في نقل رفضها لاستغلال الغاز الصخري إلى الشارع والقيام بمسارات شعبية والنقل الاحتجاجات داخل مؤسسات الدولة هذه تأكد كلامي في السابق نقول أنه كان تعاطف وهذا حق لكل جزائريين لأنه ملكنا كنا كجزائريين وهذا الخروج بعض الأحزاب هي عبارة عن تعبير وهذا تعبير ديمقراطي بالطبع أولا الحزب هو مسؤول هو مؤسسة دستورية قبل أن يخرج الشارع أنه يدير حساباته أن قضية الأمن واستقرار قضية الانحراف قضية بعض التدخلات كي الناس تتربص لخروج لأي خروج يعكروا الجوم وبالتالي فيهم مسؤولية كبيرة لما تنادي إلى خروج الناس إلى الشارع فيهم مسؤولية كبيرة ولكن هي في الحقيقة الخروج إلى الشارع هي تعبير حضاري ديمقراطي كما نعبر بالقلام كما نعبر بالكلام نعبر أيضا بالمسيرات أو نعبر بأشياء أخرى كما عبروا الإخوان بعض النواب في البرلمان بانسحابهم وبوقوفهم وانسحابهم هذا تعبير أيضا سياسي وهذه كلها مضرش لأن كل تعبير في سياسي بطريقة لتراعي كل الأوضاع الأمنية هذا تعبير ديمقراطي وهذا ليخلي نفتح حوار لأن هذا تعبير كله لما ينتهي يدخل عنف نحن فقط لعملتنا كسياسيين أن ننتفذ العنف بكل أشكاله اللفظي ولا العنف اللفظي ولا الجسدي واستعمال الطرق التي تؤدي حتما إلى العنف فالحوار بكل أشكاله نحن معاه وهذه المسيرات نحن تكلمنا عنها أن نقول حقهم لأحزم أنهم يخرجوا للشارع وأيضا أن السلطة من حقها أنها تقوم بأعمال أمنية باش تحمي هؤلاء نمر إلى ملف التقسيم الإداري الجديد وإنشاء ولايات من تدفى بالجنوب والهداب كما تعلمون الاحتجاجات اشتعلت كذلك في عدد من الدوائر والبلديات المعنية بالتقسيم الإداري الجديد التي طبعا ستبشره الحكومة ما هي رؤية حزبكم حزب شبهة المستقبل لهذا المشروع وهل يجب أن يتجسد في أقرب وقت خاصة ونحن في وضعية مالية ليست كالسابق هو في الحقيقة هناك وعود أثناء الانتخابات لبعض الضوائر الكبرى أنها تكون ولايات وما رأيناش حقيقة دراسة متمعنة للجنوب الإداري القانوني لأن لدينا دستور لابد أن نحتمل دستور ويتكلم عن الولايات ويتكلم عن البلدية حتى الضائرة ما يتكلم شعليها فهناك جانب قانوني وجانب التسييري وجانب أن نشوف الأمام فأنا مع ترقية هؤلاء الدور إلى ولايات وليس ولايات منتدبة لأن أيضا نستعمل واحدة طرق الحيلة لدينا في العاصمة الآن 13 ولاية منتدبة هل الحقة عندها صراحية؟ هل حقة قادرة تسير؟ وبالتالي أنا نظن أنه لابد أن نكون واضحين مع شعبنا إلى قادرين ندير ولايات حقيقية بإمكانية حقية ندير هذه الولايات أما باش ندير أشياء ترقيعية فقط من أجل وهذه اللي تكلمتنا عن الحيلة الحيلة في ترك الحيل نعم سيد بلعيد أورير ورأي المنصق الوطني المجلس الوطني الأساتذة التعليم الثانوي التقني قطاع التعليم منذ سنوات هو في مخاض وعرفنا إضرابات في كل سنوات هناك إضرابات وهذا بالطبع لأنه لم يكن في حوار حقيقي بين الأسرة تعتعليم وأيضا بين الأسرة التعليم والويساية يعني الوزارة والحوار يكون فقط لما تكون أزمة ويكون مشكلة أو يكون إضراب في الحقيقة لابد أن تكون وقاية يعني يكون حوار مفتوح بين كاف الأطراف ويكون بالرامج واضح هذا أول ثانيا لابد أن الوزارة تبين ما هي قدرتها وإمكانياتها وما هي الأشياء التي تستطيع أن تقوم بها والتي لا تقدرش تقوم بها وأيضا لابد أن الوزارة وأيضا النقابة أنهم يشوفوا بعضهم البعض أنهم عمل تكامل وليس أعداء وليس خصوم أنه عمل تكامل من أجل تعليم أبنائنا بطبع وهذا أساسي جدا وهذا ما يكونش إلا يكون تلاحم بينهم وهذا بالحوار واللقاء والنقاش للأسف إحنا في الجزائر كل مشاكلنا هي قضية أنه ما كانش حوار حقيقي وتعني تتعرف من الأطراف في الجزائر دائما هذه المشاكل التي كانت لأن كل الحلول تكون بالحوار والحوار فقط سيد بلعيد لو كنت رئيس الجمهورية يعني هل ستطلب من الوزيرة نورية بن غبريط الاستجابة لكامل طلبات النقابات أم أنك ستفتح الحوار فتح الحوار وبالحوار ممكن أنها تستجيب لبعض المطالب وبعض المطالب مستحيل أنها تستجيب لهم لأن الدولة ممكن ما عنداش قدرات أنها تستجيب لهذه المطالب وإذا المنطق لا يقبل أن تستجيب لهذه المطالب فأنا منظنش أن النقابة تطلب المستحيل أنا نظن أن حتى الأساتذة وهم أساتذة يدرسوا في أبنائنا ممكن تطلبين أشياء معقولها لابد أن يفتح الحوار وأيضا ما لازمش تكون اتهامات من الطرفين أو تعنت من الطرفين أو أيضا أنه تكون أسرار بين الطرفين لابد أن المجتمع كامل يعلم والأبا يعلمه وكلنا استعلم بالأشياء اللي كان فالحلول موجودة وهذه الحلول إذا كان في حوار حقيقي وفيهنية في حل المشاكل تحل بدون شكل السيد بالعيد لو نمر إلى تعفن السياسي وتبادل الاتهامات بين الأمين العام للأفلان عمار سعداني وزعيمة حزب العمال ويزا حنون أكيد شهد سلسلة الاتهامات المتبادلة بين زعيمين سياسيين ينتميين عن الحزبين كبيرين عمار سعداني والويزا حنون هل هي ظاهرة صحية تدخل في إطار ديمقراطية أم تعد الأمر إلى تعفن السياسي وانحيدر للمستوى هو في العقل الطبقة السياسية في الجزائر منذ سنوات هذا النوع من تعفن ما وصلناش لدرجاتها تعفن ولكن النوع اللي بدأت لأن تكسرت الطبقة السياسية من المجتمع المدني من أحزاب من جمعيات من منظمات وكأن الأشياء كانت مبرمجة والآن نرى نجني الثمار لزرعناهم في سنين الأخيرة نرى نحصد وزرعنا فالطبقة السياسية ضعيفة جدا ونقول المشاكل اللي كانت في الطبقة السياسية لأن كان عزوف تع الشعب عن السياسة لأن يشوف أن السياسة الآن هي كذيب واحتيال وهذه الاتهامات لتهمنا الشعب بها وأيضا داخل طبقة السياسية هناك كتل هناك من يعمل لحساب السلطة وهناك من يعمل لحسابات أخرى وتكسرت الأمور لأن تغاتل الماديات وتغاتل نقدر نقول طمع المناصب وبتالي تكسرت الطبقة السياسية وصلنا لهذا المستوى فمن المفروض أنه يكون حوار بين السياسيين في طاولة مستديرة في لقاءات في التلفزيون في الصحافة والصراع يكون صراع تأفكار تأبرامج انتا كيفية كل واحد كيفاش يرى من زاويته كيف أنه يبني الجزائر للحساب شخصنا الأمور ودخلنا في متاهات وعدنا نضرب بعضنا البعض بأشياء لضعفنا الجزائر ضعفنا الجزائر على مصوطاني وأمام الشعب وضعفناها على مستوى دولي لأن راكي تلاحظي الآن وليس نقولها بكل أن الإدارة الجزائرية تحكمت في كل أشياء حتى في الجام السياسي لذلك أنه كثير من الولايات الآن رأم في الحكومة وهم أغلبية في الحكومة فالحكومة في حدتها ليست حكومة سياسية وتع أحزاب بل هي حكومة إدارة وهذا الضعف البلدية سحبوا منها كل سلطة تحا لصالح الإدارة عن طريق رئيس الدائرة والوالي والمجد الشعبي الولائي ما عندوش قوة أنه يكون حقيقة عبارة عن برلمان مصغرة في الولاية أصبح أداة من الأدوات على الإدارة وهكذا فكسرنا كل ما هو سياسي في الجزائر والآن نحصد في اللي زرعناه طيب سيدة بالعيد بالحديث عن المبادرات مبادرة الإجماع الوطني التي طرحها أقدم حزب معارض في الجزائر جبهة القوى الاشتراكية للأفافات قبلتم من دون شك نظرأكم من الأفافات وستمعتم لطرحهم لفكرة مبادرتهم وقبلتم بالمشاركة فيها ما الذي يشدكم إلى هذه المبادرة وهل يستطيع الأفافات تجميع المولاة والمعارضة على طاولة الحوار نحن فقط بالنسبة لنا هو هذا اللقاء اللي طلب له الأفافاس هو عبارة عن أرضية حوار بين الأسرة نحن وين يكون حوار كجمهة المستقبل نكون متوجدين وين يكون نقاش على الجزائر نحن نكون متوجدين وين يكون يعني يحل كل القضايا السياسية العالقة عن طريق الحوار وعن طريق النقاش وعن طريق الانتقاء كل السياسيين نحن موجودين فأنا بالنسبة لي هذه مبادرة طيبة مبادرة للابد أن الطبقة السياسية تسعى من أجل إنجحها لأن في العقل المبادرة هي تعني جميع الأفافاس بدأ بها وهو مشكور على العمل ولكن الطبقة السياسية في الجزائر تشدت لابد أن تجمع بعضها البعض وأننا ندخل في حوار حقيقي وندرس كل القضايا الموجودة ممكن أن نتفق على كثير من نقاط ونقاط أخرى ما نتفقش عليها لنخليها ونخليها لوقت آخر ولكن لابد أن يكون قاسم المشترك بيننا وهو الجزائر ولابد أننا كلنا نسعى من أجل حل المشاكل الموجودة في الساعة السياسية الجزائرية سيد بلعيد مرور ثلاثة سنوات على تأسيس حزب جبهة المستقبل كيف تقيمون المسيرة مسيرة الحزب لحد الآن في الحقيقة المسيرة الحزب السنين هي كمطفل هذه السنين وين بدأ يمشي ولكن نرىها إيجابية جدا بوجود مناضلين ومناضلات لنشكرهم على شيء يقاموا به في كل الولايات وحتى في الجلية تعالى في الخارج بطبع هذا الحزب در خطوات جد إيجابية ولكن ما زلنا بعاد على أننا نبني حزب كبير لأن الحزب لا يبنى فقط بالوثائق بل يبنى بالمناضلين في كل المناطق نحن يوم وين يكون جبهة المستقبل تكون في كل دشرة في كل قرية في كل مدينة هذا كل نهار نعرف أن جبهة المستقبل وصلت إلى المساعدة أيضا لابد أن يكون عندنا حقات ليس برنامج وإنما مشروع مجتمع إن شاء الله وهذا المشروع المجتمع ينمو بنمو الحزب وإحنا يعني في هذه الشعلة الثالثة شفنا أننا درنا خطوات ولكن ما زلت بعيدة على المساعدة هل تقبلون المشاركة في الحكومة مستقبلة؟ إذا كانت هناك حكومة ببرنامج وإتلاف حزبي سياسي إحنا بطبعا نمشي لأن المساعدة هو كيفية بناء الجزائر وكيفية أن نشارك وهذه مسؤولية أيضا تعالي حزب أننا ما نتعرفش من مسؤولية ولكن باش نروح فقط من أجل المنصب هذا ما يكونش طيب نتحدث عن نجاحك الشخصي يعني الملفت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وكنت المفاجأة ما السر في ذلك؟ والله ليس هناك يسير فقط مناظل فهذا هو هذا هو السر أني مناظل ونظلت في الحزب في جبه التحرير نظلت في الشبيبة في الطلبة في الكشافة فنظالي هو يعني هذا هو السر الحقيقي ما كان سر آخر طيب سيد بالعيد ابقى معنا سأعود إليك بعد ترجمة نانسي قنقر